موسيقى أهلا وسهلا بكم في مال وأعمال معكم شادي شاش ونستضيف الليلة الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد للحديث عن استراتيجية البريد للتحاول الرقمي والشمول المالي في مصر وأيضا توجيهات الرئيس السيسي لرفع كفاءة مكاتب البريد وتزويدها بالخدمات البنكية والشهر العقاري ولكن البداية في هذه الحلقة مع أبرز الأخبار تعتزم وزارة الإسكان فتح باب الحجز لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسط الدخل ضمن مبادرات البنك المركزي المتنوعة للتمويل العقاري بدءا من الخامس عشر من فبراير الجاري وبفائدة ثلاثة في المية متناقصة وثمانية في المية متناقصة وقالت وزارة الإسكان أن الطرح يشمل وحدات سكنية بثلاثة مشروعات وهي سكن مصر ودار مصر وجنة ويتم الطرح بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف المهندسة مية عبد الحميد الرئيس التنفيدي لصندوق الإسكان الاجتماعي أهلا وسهلا بحضرتك وفي البداية نعرف منك عدد الوحدات المطروحة للمواطنين منتصف فبراير 2022 لمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة هو عدد الوحدات يتجاوز 7000 وحدة موزعين على عدد من المدن حوالي 15 مدينة جديدة طيب يعني ياريت لو تطلعين على تفاصيل أكتر يمكن بخصوص تسليم الوحدات بشكل فوري هي طبعا الوحدات جهزة للتسليم في المشروعات اللي بتنشئها هيئة المجتمعات العمرانية لما جهزة للتسليم يعني كاملة المرافق والخدمات في قلب العمران المواصلات وصلة لها يعني هي جهزة بمعنى جهزة اللي هيخلص إجراءة التمويل العقاري مع البنك هيقدر ياخد العقد ويتسلم الوحدة بتاعها ها يعني الوحدة الجهزة يعني عندنا وحدات مساحات متنوعة من 100 إلى 150 متر وطبعا أسعار متنوعة وده طبعا بيأتي في إطار برنامج ساكن لكل المصريين السيادة الرئيسة أطلاقه السنة اللي فاتت وبالثاني بنحاول إحنا نستوعد كافة شرائح الدخل يمكن طرحنا إعلانين لمنخفض الدخل ومتوسط الدخل في الفترة السابقة وده الإعلان الثالث يمكن ده الإعلان الوحيد اللي طرحنا فيه وحدات بتمشي على مبادرة الثلاثة في المية ووحدات بتمشي على مبادرة الثمانية في المية طبعا وهي فايدة متنقصة بالضبط كده فايدة متنقصة اللي بيحدد يعني استدوعة لأي من المبادراتين هو طبعا شروط الدخل وسعر الوحدة البنك المركزي محدد فقط في سعر الوحدة في مبادرة الثلاثة في المية مليون وربعمائة ألف جنيه وبالنسبة للثمانية في المية الحد الأقصى بتاعها 2.5 مليون مدة التمويل في الثلاثة في المية 30 سنة وفي الثلاثة في المية 25 سنة ده طبعا كحد أقصى لمن يسمح سنو بهذه المدة طيب هل يحق العميل حصل على وحدة ضمن أعلانات الإسكان الاجتماعي السابقة استبدالها بأخرى في الإسكان المتوسط خاصة يعني وإنه الخفض الأخير للفائدة يعني يخلها مقبولة ومتاحة هو طبعا يعني مقبولة ومتاحة بس نحن عايزين نتحها لأكبر عدد من الناس وبالتالي يعني احنا عايزين الصفل الاستفاد للستفاد مرتين من باب أولى أن نحن نخيد الناس اللي لسه مقدرتش أنها تتقدم وتستفيد حتى شروط المبادرات البنك المركزي منزلها بتشترط أنه مفيش طبق استفادة في تمويل عقاري آخر قبل كده يعني إلا أخذ مرة بتمويل مدعوم مش هيقدر يأخذ تلك يعني قضي بقى الناس اللي ما استفادتش الأول يعني أيو أيو طيب أخيرا ما هي المحافظات اللي حيتم الترح فيها إحنا بنقول 15 مدينة جديدة يمكن بقى تكن مصر مثلا في عدد من المدن ودار مصر في مدن أخرى وبعض بعض المتهم يعني متقطع بين الثلاث محاور لكن هم نتكلم على أكتوبر الجديدة العبور الجديدة القاهرة الجديدة المينيا الجديدة بدر عداي أكتوبر دميات الجديدة ناصر غرب أسيوط شروق العاشر سداد بدر 15 مايو برج العرب يعني إحنا تقريبا بقول لها لك من مغاطفين أغلب المدن الجديدة اللي هي فيها الإقبال صحية أنا بشكرك شكرا جزيلا المهندسة مية عبد الحميد رئيس التنفيدي لصندوق الإسكان الاجتماعي شكرا لك تقترب وزارة البترول والثروة المعدنية من إضافة بئرين جديدين لإنتاجيات حقل ظهر مع ضخ استثمارات بقيمة مليار وتسعة وأربعين مليون دولار في كل من شركتين بيترو شروق وبيترو بيل العام المالي المقبل جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركتين بيترو شروق وبيترو بيل الاعتماد الموازنة المعدلة للعام المالي الجاري حيث بلغت استثمارات الموازنة العام المالي الجاري ستمائة وتمانية وتسعين مليون دولار شملت تنفيذ الأعمال الاستكشافية والتنموية ونشاط الحفر وتنفيذ مشروعات تطوير المحطات وعمليات التشغيل قررت وزارة التجارة والصناعة استمرار رسم الصادر المفروض على عدد من الخامات التعدينية لمدة عام اعتبارا من التاسع من فبراير عشرين اتنين وعشرين وقال ابراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية ان القرار يأتي في اطار تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهدفة الى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الاولية وعدم تصديرها في صورتها الخام بما يسهم في تشجيع الصناعة المحلية نجح جهاز تنمية المشروعات في تمويل المشروعات الصغيرة باجمالي اثنين مليار وسبعمائة مليون جنيه خلال عام عشرين واحد وعشرين اقل هاني عماد رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بالجهاز ان هذه التمويلات تم من خلالها تنفيذ نحو خمسة وثلاثين الف مشروع اتاح ما يزيد على اثنين واربعين الف فرصة عمل واشار الى انه هذا التمويل تم من خلال الاقراض المباشر للجهاز باجمالي تسعمائة وثلاثة وسبعين ونصف مليون جنيه ومليار وسبعمائة مليون جنيه من خلال الجهات الوسيطة التي يتعاون معها الجهاز نتابع الآن السعار العملات ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام جلسة اليوم اخر جلسات الاسبوع بسبب عطلة تعيد الميلاد غدا الخميس وذلك بدعم مشتريات محلية وعربية ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اي جي اكس تيرتي بنسبة فاصل واحد وخمسين بالمئة ليغلق عند مستوى اثنين عشر الف وثلاثة واربعين نقطة فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة اي جي اكس اي دابيو اي سبعين بنسبة فاصل سبعة وستين بالمئة لينهي الجلسة عند مستوى الفين وثلاثمائة وست عشرة نقطة يعتزم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عقد اجتماعاتهم السنوية في واشنطن خلال العام الجاري وفي المغرب خلال عام عشرين ثلاثة وعشرين وهي المرة الثانية التي تتراجع فيها المؤسستان عن خطط استضافة مراكش للاجتماعات بسبب جائحة كورونا وذكرت المؤسستان عبر بيان ان القرار تم اتخاذه بالتشاور مع المغرب والتي كان من المقرر ان تصديف الاجتماعات السنوية في اكتوبر الماضي قبل ان يتم تأجيل ذلك الى هذا العام تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو لأدنى مستوى على الاطلاق في ديسمبر ليسجل سبعة بالمائة وهو أدنى مستوى منذ بدء الاحصاء في ابريل من عام الف وتسعمائة وتمانية وتسعين وكشفت بيانات هيئة الاحصاءات الوطنية يوروستات ان هناك 11.48 مليون شخص في منطقة اليورو عاطل عن العمل بنهاية ديسمبر وهو ما يمثل تراجعا بحوالي 135 أو 185 ألف على أساس شهري تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم مع ترقب نتائج اجتماع أوفيك بلاس غدا وهبطت العقود الأجلة لخام برينت واحد المية ووصلت إلى 88 دولار و29 سنت للبرميل كما انخفضت عقود خام نايميكس عند 87 دولار و19 سنت للبرميل ويأتي هدى فيما ارتفعت العقود الأجلة للذهب بنحو فاصل 43 بالمئة عند 1804 دولارات و20 سنت للأوقية كما زاد سعر التسليم الفوري بنسبة فاصل 32 بالمئة مسجلا 1802 دولار و85 سنت للأوقية نخرج إلى فاصل ونعود لنستعرض استراتيجية البريد للتحول الرقمي والشمول المالي في مصر هذا البرنامج يأتيكم برعاية ألو مساء الخير يا فندم ببروك كسبت معنا خمس تلاف جنيه ممكن رقم كارت حضرتك عشان نحول لك المبلغ هتشوف أشكال وأنواع كتير من عمليات الاحتيال ما تديش بياناتك الشخصية أو بيانات حساباتك أو بطاعتك البنكية لأي شخص أو أي جهة على وسائل التواصل الاجتماعي واحضر من أي حد بيطلب بياناتك السرية أونلاين أو بيانات كروتك أو حساباتك أو الرقم السري لأن ده بيكون احتيال وخداع الهدف منه سرقة بياناتك البنك الأهل المصري لم ولن يطلب بياناتك السرية أو الشخصية أونلاين أو على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى على الإيميل رسالة البنك الأهل المصري لكل العملاء بتطبيق الإرشادات أنت دايماً في أمان البنك الأهل المصري بنك أهل مصر موسيقى هذا البرنامج يأتيكم برعاية أهلا بكم من جديد في إطار تنفيذ توجه الدولة نحو التحاول الرقمي وتطبيق أهداف الشمول المالي تعبر الهيئة القومية للبريد عن دراع الدولة في تيسير حصول المواطنين على الخدمات بكل سهولة ويسر في العرض التالي سنتعرف على نتائج البريد خلال العام الماضي واستراتيجية الهيئة القومية في عملية التحول الرقمي نجحت الهيئة القومية للبريد في التوسع في تقديم خدمات التجارة الإلكترونية وتمكين الشباب من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق الخارجية وأطلق البريد خدمة وصلها وهي خدمة شحن متطورة تعتمد على تقنيات الدكاء الاصطناعي AI والجغرافية المكانية GIS وهي إحدى الخدمات اللوجستية البريدية التي يقدمها البريد المصري لخدمة عملاء التجارة سواء التجار أو العملاء وذلك من خلال نقل طرود المنتجات المباعة عبر الإنترنت من البائع إلى المستهلك دماذا عن عدد مكاتب البريد ارتفعت إلى 4200 مكتب بنهاية الفترة من يوليو إلى سبتمبر عام 2021 مقارنة بنحو 4009 مكاتب خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بمعدل سنوي بلغ 4.8 من 10% وحققت الهيئة القومية للبريد نتائج أعمال مرتفعة خلال العام المالي 2021 حيث بلغ إجمال إيرادات الخدمات نحو 3.394 مليون جنيه بمعدل نمو 5% وبلغ إجمالي إيرادات الاستثمار للبريد خلال العام المالي الماضي نحو 26.696 مليون جنيه بمعدل نمو يقدر بفاصل 2% بلغ صافي أرباح البريد خلال عام 2020-2021 نحو 3.183 مليون جنيه بمعدل نمو بلغ 51% ارتفعت أرصدت موديع التوفير بالبريد بنسبة 11% حيث وصلت إلى 226.696 مليون جنيه إذن مشاهدين الكرام كان هذا عرضا سريعا لنتائج أعمال الهيئة القومية للبريد خلال العام الماضي واستراتيجيتها للتحول الرقمي أشكركم على هذه المتابعة وندب إلى فاصل ونعود بعده مع الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد للحديث عن قطط البريد خلال العام الجاري ابقوا معنا أهلا بكم جديد في إطار سعيها إلى تطوير أدائها قامت الهيئة القومية للبريد بإطلاق خدمات ومنتجات جديدة بتعاون مع كبرى الشركات في مجال الخدمات البريدية والشحن للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في الحوار على الهواء مباشرة الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد أهلا بحضرتك يا دكتور ومن ورنة أهلا بحضرتك جدا أهلا بك طيب نتكلم الأول عن الهيئة القومية للبريد هي من أعرق الهيئات في مصر والشرق الأوسط لو تحدثنا في بدء هذا الحوار عن تاريخ الهيئة ونشأتها أهلا بشكر حضرتك على الاستضافة وبشكر حضرتك على التقرير والمحترم جدا اللي عرضتها حضرتك الهيئة القومية زي ما حق ذكرت هي الأقدم يمكن 1865 منشأة الهيئة القومية للبريد بتتمتع بتاريخ عريق في خدمة المصريين الهيئة القومية للبريد تطورت في بداية الأمر من مجرد بتقدم خدمة نقل وإرسال الخطابات إلى تقديم الخدمات المالية وحسابات التوفير المشهورة بها هيئة البريد تطور العمل بتاعها للسنين اللي فاتت دي إلى أن قمنا بعملية تحديث أخيرة والدخول في مجال التجارة الإلكترونية طيب يعني هو البريد المصري طول عمر ليه يمكن مكانة خاصة لدى المواطنين في مصر ارتبطوا به ارتباطا شديدا يمكن في بداية الأمر اللي حضرتك ذكرته من نبدة طريقية حول الهيئة القومية وبعد كده طبعا ارتبط به لكثرة خدماته المقدمة للمواطنين إيه اللي قدمتوه للمواطن المصري لغاية دلوقتي؟ إحنا يعني زي ما قلت لحضرتك مشهورين بتقديم خدمات البريدية الطبيعية اللي وهي اللوجستية في عملية نقل الخطابات بالإضافة إلى الخدمات المالية بالإضافة إلى الخدمات الحكومية الخدمات الحكومية ده يمكن المرحلة الجديدة اللي احنا بنضفها دلوقتي وتوجيه الدولة إن احنا نكون زراعة الدولة في تقديم كافة الخدمات الحكومية النهاردة بتقدر تقدم تحصل على خدمات مصر رقمية من البريد المصري نهاردة بتقدر تحجز اسكان زي ما كنت حالك مستقبل المهندسة ماي عبد الحميد من خلال البريد المصري بتدفع المصرفات المدرسية من خلال البريد المصري دي خدمات حكومية وخدمات للشعب بأكمله بخلاف الخدمات المصرفية للأفراد احنا عندنا حساب توفير البريد من أشهر الحسابات توفير البريد على العائد لحساب توفير البريد دينا حسابات مصرفية جاري وعندنا بطاقات خصم يعني يمكن احنا من أكبر الجهات اللي عندها بطاقات الخصم عندنا أكتر من 8 مليون كارت من فيزا عندنا أربعة مليون كارت ميزة كل الخدمات دي بنقدمها من خلال أيضاً دي بقت منتشرة بشكل كبير خاصة بالهيئة كله خاص بالهيئة طبعاً يعني الرئيس وجه برفع كفاءة مكاتب البريد بشكل عام تزودها بالخدمات البنكية والشهر العقاري إذن لو كلمنا عن خطة البريد خلال العام الجاري ما هي؟ خطة البريد هي توجهات سيد الرئيس زي ما هيك شفت في لقاءه مع معالي وزير الاتصالات مبارح الاهتمام بالبريد زي ما قلنا أنه هيكون وجهة للمواطن لازم نقدم خدمات متقدمة خدمات الحسابات التوفير خدمات المصرفية كل دي خدمات لازم نقدمها بشكل جيد خدمات الشعر العقاري احنا بنقدم خدمات الشعر العقاري في أكتر من 150 مكتب خدمات مصر الرقمية بنقدمها في أكتر من 550 مكتب وهترتفع آخر السنة في الخطة بتاعتنا إلى ألف مكتب التطوير اللي احنا حطناه في الفروع بتاعتنا من ناحية بنية تحتية من ناحية خدمات تدريب للزملاء العاملين كل دي خدمات الهدف منها تقديم خدمة أفضل للمواطن المصر حضرتك قلت التدريب الزملاء العاملين أعتقد أن التدريب يمكن هو المفتاح في أي تقدم احنا عايزين نحققه في المجالات كلها إزاي بيتم تدريبه مع لك كل هذه الوسائل التكنولوجية للتعامل مع البريد في شكله الجديد التكنولوجيا النهاردة أصبحت جزء من حياتنا كما حضرتك عارف يمكن الجائحة عجلت بشكل كبير شهية المواطن أنه يتعامل على الخدمات الجديدة الخدمات الرقمية وأصبح النهاردة المواطن عنده القدر أنه يتعامل بالتليفون النهاردة بننزل أبليكيشن جديدة يلا آب نطرح الشهر الجاي إن شاء الله حضرتك أول واحد من هذا خبر مهم ده حقيقي فعلا التطبيق اسمه يلا آب يلا سوبر آب يلا سوبر آب أيوة وده موجود على الأندرويد وموجود على الأيو اس بتقدر تقدم تحصل على الخدمات كلها وتقدر تدفع الفواتير بتاعتك كلها الحكومية بتقدر تعمل تحويل أموال بتقدر تعمل كل العمليات اللي بتقدمها الخدمات المصرفية عن بعد وده حيبتدي الشهر الجاي ده إحنا إن شاء الله الطرح بتاعه هيبقى 22-22-22 إن شاء الله آه يعني بعد كم يوم؟ بالضبط آه وبعدين يبتدي بعد كده التطبيق هو بدأ بتجربة اليومين دول والإطلاق الرسمي هيكون في خلال هذا الشهر الخدمات دي بنساعد زميلنا في التدريب عليها من خلال التعاقد مع كبرى مقدم الخدمة عندنا التحالف مع المعهد المصرفي المصري والمعهد المصرفي المصري دربنا فيه أكثر من 500 زميل في الفترة اللي فاتت عندنا الرغبة أن إحنا نقدم التدريب لكل العاملين البريد أيضا ليه تواجد أفريقي ودولي ومتواجد إحنا في مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي في لجنة الاستثمار في لجان مختلفة كل دي لجان وأيضا تدريب بيتم لزميلنا بيتم التدريب ده للعاملين في البريد المصري وأيضا العاملين في البريد في الدول الأفريقية بيحصلوا على التدريب عندنا تبادل الخبرات دي يعني أمر مستمر مستمرين فيه دائما ما فيش شك لما يجي نتكلم عن تبادل الخبرات نلاقي أن احنا عندنا خبرة كبيرة أيضا في مجال البريد يا دكتور شريف يعني احنا ممكن ندي هذه الخبرات للدول الأفريقية على سبيل المثال ولكن بما أن الهيئة القومية للبريد وعضوا في كل هذه التجامعات الدولية اللي حضرتك ذكرتها أكيد إحنا أيضا بنستفيد ممن سبقونا بخبرات معينة صحيح صحيح وده بالفعل اللي حصل توجيهات القيادة السياسية الاهتمام بأفريقيا عملنا تحالف وتعاقد مع بعض من الدول الأفريقية والدول العربية للنقل الخبرات في بروتوكول تعاون ما بيننا وبين الكونغو الديمقراطية والحقيقة زميلنا من الكونغو الديمقراطية موجودين كانوا في مصر الأسبوع اللي فات للحصول على تدريب وبداية تفعيل هذه التفقيات التفقيات أيضا مع دول زي الأردن مع ليبيا مع العراق كل دي بلاد عندها رغبة للطلاع على التجربة المصرية وخصوصا في عملية تطوير البريد والأبليكيشن اللي قلت حضرتك عليها يلا أبدي اتطرحت في اتحاد البريد اليورو المتوسطي وفاز فيها البريد المصري كأحسن ابتكار في علم البريد يعني ممتاز جدا طيب لو كلمنا عن الشمول المالية دكتور شريف هي استراتيجية لدولة المصرية موجودة الآن وأكيد الهيئة بتساهم في تحقيق الشمول المالي المنشوط كيف تساهم الهيئة؟ الحقيقة هي الهيئة القومية للبريد هي المكان الأمس لتقديم الشمول المالي والشمول المالي يعني خليني يا سيد الشادي أكون واضح للمواطن المصري المفهومه بكل بساطة هو تقديم خدمات مالية وبريدية يسيرة وبسعر غير مغالفي ومتاحة للجميع كلما هنقدر نقدم هذه الخدمات بتاعتنا بهذه الطريقة هيشمل خدماتنا أكبر عدد من المواطنين بريد المصري بيخدم أكتر من 23 مليون مواطن ودي بيئة جيدة جداً نحن نتحدث عن الشمول المالي كلما بنقدم خدمات جديدة وبتكون يسيرة زي ما ذكرت لحضرتك بنشمل هذه الفئات في التعامل مع البريد المصري البريد المصري ليه بنقول أنه بيئة جيدة؟ الشعب المصري بيحب البريد المصري تعامل قديم جداً معنا دفتر توفير البريد له شهرة كبيرة لدى المصريين من قديم الأزل دفتر التوفير البريد تغير إزاي بقى يا دكتور الدفتر ده؟ الدفتر لسه موجود نجحنا في أن نستبدل الدفتر لبطاقات زي ما ذكرت حضرتك في الأول منها كتير جداً زي بطاقات الخصم لأكتر من 3 مليون مواطن إنما لسه يبقى العشق للدفتر القديم بتاعنا ولذلك إحنا مستمرين في تقديم الخدمات بتاعتنا بالشكل ده كل ما هنقدر نقدم الخدمات دي بشكل أفضل هنقدر نقدم الشمول المالي بمفهومه الحقيقة عندنا كام دلوقتي 4200 مكتب؟ إحنا زي ما حضرتك ذكرت في التقرير تطورنا في عدد المكاتب بالفعل أصبحنا 4200 مكتب وعندنا الرغبة أن احنا نضاعف العدد ده كمان التوجه معي الوزير الاتصالات ومن تخامة الرئيس في زيادة عدد مكاتب البريد الهدف منه الوصول إلى العملاء بتاعنا في كل مكان أعزين تضاعف العدد يعني من 4200 ل 8400 مكتب إن شاء الله ودي في الخطة بتاعتنا وهنمشي فيها سنويا العدد لن يتوقف بإذن الله طيب بترعوا إيه في أعداد مكاتب البريد يا دكتور يعني إيه المحددات لشكل المكتب لخدمات المكتب للمحافظة أو القرية أو الشارع حتى الموجود في مكتب البريد أكيد بيختلفوا عن بعضهم طبقا للتوزيع الجغرافي حتى على سبيل المثال وكثافة السكانية وإلى آخره بالضبط حضرتك زي ما حدرتك بتقول إحنا فيه محددات عالمية بيضعها اتحاد البريد العالمي وبتكون على سبيل المثال إنه المكتب يختم في حدود من 10 تلاف إلى 15 ألف مواطن إحنا في المعايير دي عندنا البراح لسه إن إحنا نقدم هذه الخدمات يمكن التوزيع الجغرافي زي ما حاجة ذكرت فيه تمركز سكاني فيه أماكن محددة ما هيش منتشرة على الجمهورية ولكن إنا على سبيل المثال لو خدنا محافظة زي محافظة أسيوت مثلا عندنا 200 فرع داخل محافظة أسيوت الوحات وهي يكون تعجدها السكانها ما هواش كبير لكن إحنا عندنا فيها ما يربو إلى 40 مكتب هناك مضاعفة المكاتب وأيضاً الوصول إلى العميل من خلال السيارات المتحركة من خلال أكشاك البريد المنتشر الآن في محطات البنزين وبعض النوادي كل دي وسائل للوصول بالإضافة طبعاً إلى الأيتيامز اللي هي تضاعف والأكشاك والعربات المتحركة بتقدم بالضبط نفس الخدمة كما لو كانوا في مكتب البريد هو مكتب بريد متحرك أفندم أو الكوشك هو مكتب بريد صغير والعدد كبير عدد العربيات والأكشاك إحنا وصلنا إلى 85 سيارة مستمرين أيضاً في مضاعفة الأعداد للسيارات الأكشاك البريدية 50 وهنوصل لمية وبنتحلف مع الشركات اللي بتقدم المحطات البنزين عشان تبقى متواجد فيها بشكل مميز أيضاً النوادي عندنا تواجد فيها بشكل مميز جداً من خلال الأكشاك طيب حضركت ذكرت عدد عملاء البريد كم؟ 3 مليون؟ 23 مليون 23 مليون طيب بالتأكيد أيضاً الهيئة عندها خطة لزيادة عملاءها إحنا عندنا الخطة لخدمة كل المصريين يعني لو 23 مليون عايزين نوصله من 50 نعمل إيه؟ هو ده كل لما بنقدم خدمات يسيرة كل لما بنقدمها في متناول اليد كل ما بنقدمها لجموع المصريين هو ده اللي بيخلي الثقة بتزيد عددنا بتزيد عدد العملاء بتزيد وتقرير حضرتك بيوضح ده ويمكن حضرتك بتقول ارتباطنا بمكتب البريد إحنا بنشجع أي مواطن مصري أول ما ربينا يرزقه بولد يفتح له دفتر توفير البريد ودول يعني هنخدمهم دايماً بإذن الله ده طبعاً بيحصل لغاية دلوقتي زي ما قلناً أنه دفتر التوفير ده هو شيء كلاسيكي موجود لدى المصريين طيب يعني خلال أزمة كورونا دكتور اتجهت جميع الجهات لتقديم كل الخدمات بشكل إلكتروني هل البريد أيضاً اتجه هذا الاتجاه؟ مستشهاده هو زمان كنا بنقول لن تستطيع تطوير أي شيء بدون قياسه النهاردة بنضيف عليها كلمة جديدة لن نستطيع تطوير أي شيء بدون قياسه ورقمنته رقمنت الأشياء هتخلينا نستطيع أن نحن نطورها ده اللي احنا بنحاول نعمله النهاردة عملية الرقمنة احنا أصلاً بنبتجه نحو تحاول الرقم في مصر بشكل عام ده صحيح ووزارة الاتصالات التكنولوجيا للمعلومات معناية كثيراً بهذا أو المسؤولة الأولى عن هذا والبريد المصري هو وزراع الحكومة في تطبيق هذا تقديم الخدمات الرقمية من خلال الجائحة زي ما حضرتك قلت خلى فيه شهية للتعامل مع وسائل التواصل المختلف دي هتستمر دي عملية لن تتوقف عملية لن تتقف عند انتهاء الجائحة اتخذنا بعض الإجراءات منها فتح المكاتب البريد لساعات عمل طويلة كان اكسترا نيوز النهاردة عامنا تقرير جيد صباحاً عن انتظام صرف المعاشات واعلننا ان احنا بنشتغل ايضاً يوم السابت فتحين المكاتب بتاعتنا اكتر من الف مكتب بيشتغل معنا يوم السابت وكمان اضفنا الجمعة لخدمة المواطنين البعض الأكشاك في نواد يعني سبعة يام شغالين سبعة يام شغالين ولو في اكتر هندي للمواطنين احنا عندنا الرغبة ان يكون البريد المصري الوجهة الاساسية لحصول على الخدمات الحكومية والخدمات المصرفية لكل المصريين ان شاء الله طيب يعني لما نيجي نتكلم عن كل هذه الخدمات يا دكتور شريف اللي بتقدمها الهيئة القومية للبريد هي خدمات ايضاً مش بس متعلقة بالبريد ولكنها تعلقت بايضاً امور اخرى ومناحي اخرى ايه الفرق بينكو وبين لما المواطن يتعامل مع بنك بشكل مباشر او يتعامل مع اي يعني مؤسسة بتقدم خدمة البريد ايضاً بيقدمها دلوقتي ما قدرش اقول ان هو البنوك ما نقنباش نعتبر حاجة واحدة البنوك ايضاً هي بتنافس بعضها مش بس البنوك يعني كل الخدمات اللي انتو بتقدموها بتدخل في صميم يعني مهام لمؤسسات اخرى المؤسسات الاخرى عندها الشهية مفتوحة للتعامل مع البريد لو بتبص حضرتك الى مجمع معين بيقدم خدمات حكومية بيتكدس بالزحام توزيع هذه الخدمات على مكاتبنا المنتشرة الاستفادة من الانتشار الجيد للبريد ده في صالح المواطن وفي صالح الجهة الحكومية يعني احنا بنخدم هذه الجهات الحكومية العميل اللي بيدخل يتعامل مع البنوك يعني لا تعارض هي فقط تعاون وتنسيق خدمة طبعاً وتكامل معهم وتكامل طبعاً طبعاً وحتى القطاع المصرفي زي ما بيقول لحضرتك ما هواش كيان واحد انما هي كيانات مختلفة بنوك مختلفة الفرق بينها هي الجودة الخدمة احنا فاتحين بابنا للتعاون مع البنوك مع المقدمي الخدمة احنا واحدة من الاهتمامات بتاعتنا نمتلك مع اي كابيتل شركة تمويلي لتمويل المتناهي الصغر بنفتح ببننا لأكتر من 14 محافظة موجود فيها هذا النوع من التمويل من خلالنا ايضاً التعاون مع البنوك انهم يستفيدوا من الانتشار الجيد للبريد المصري لتقديم الخدمات اذا البريد لا ينافس القطاع المصرفي يتكامل معه وفي النهاية اللي جاب على سؤال حضرتك ايه اللي هيفرق هي جودة الخدمة طيب هنتكلم عن جودة الخدمة ونقاط حضرتك ذكرتها في حديثك الاخير لكن بعد أن ندب الى فاصل ونعود مرة اخرى مع دكتور شريف فاروق الرئيس الهيئة القومية للبريد اهلاً بكم من جديد وعودنا مع الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد برحب حضرتك مرة جديدة يا دكتور شريف وبسألك عن عدة خدمات بقى بيقدمها او بتقدمها الهيئة القومية للبريد زي خدمة وصلها احنا كنا اتكلمنا عليها في البرنامج ولكن حضرتك تقولنا تفاصيل اكتر تفضل وصلها احنا فتحنا فكرة زي ما كنت حقيقة بتسأل عن تاريخ البريد تاريخ البريد بدأ بنقل الخطابات انما التجارة الالكترونية اصبحت هي الابن الشرعي لهذا النوع من اللوجستيات لم تعود الخطابات بالشكل طبعاً السابق انما بقت بتشتخدم التجارة الالكترونية في النقل النهاردة البريد المصري طرح وصلها وصلها دي مجرد اتليكيشن بتنزلها على الموبايل بتاعك او بتروح لأحد مكاتب البريد او بتتصل بالتليفون بتكون عضو في هذه الخدمة لو انت محل صغير لو انت بتعمل نوع من انواع التجارة الالكترونية بتشترك مع البريد المصري يقوم يوصل لك الخدمات بتاعتك الى الجموع المصريين العميل او الزبون اللي بينزل الابليكيشن ايضاً بيقدر يعمل تراكينج او متابعة للشحنة بتاعته تتبع للشحنة بتاعته وصلت لفين الخدمة دي يعني احنا بنعد المصريين انها اي شيء داخل جمهورية مصر العربية بيوصل في 24 ساعة داخل جمهورية مصر العربية في 48 ساعة وده ازاي ما قلت لحضرتك واحدة من الخدمات اللي احنا مشهورين بيها طيب ايضاً هناك برنامج النقاط وين واضح من اسمه يعني انه الناس هتكسب فيه انك كسبان كسبان ايوه كسبان كسبان هو برنامج ولاء استخدم البريد المصري زي ما ذكرت لحضرتك ان احنا من اكبر مصدرين للبطاقات البلاستيكية في جمهورية مصر العربية وكل استخدامك لهذه البطاقة في عملية شراء في عملية اشتراك في نوادي في عملية دفع لجهزة طبية في اي نوع من عملية الشراء سواء في محل او التجارة الالترونية بتحصل على نقاط هذه النقاط بتقدر تستبدلها من نقود بنقود او بخدمات او بمزايا او بهدايا من اكتر من متجر في يعني مش عايز اقول كل المتاجر تقريبا يعني اشتركت معانا في هذا انما هو برنامج ولاء لزيادة الولاء العملاء للبريد المصري وزي ما حضرتك قلت في المقدمة انت كسبان كسبان مع البريد المصري هايل جدا طيب بعد كل هذه الخدمات اللي بتقدمها الهيئة القومية للبريد والعائدات اللي بتدخل لها بتستثمرها في ايه دكتور شريف؟ انا بشكر حضرك الاول على السؤال ده لانه البريد المصري اذا جاز التعبير انه هو يكون بقدم خدمات مصرفية للافراد في تلقي الاموال وتلقي واكبر حسابات بريد اسف توفير موجودة في البريد البنوك بتستثمر في عملية الاقراض احنا لا نقرض انما نحن نستثمر واحنا من مشهورين في عملية الاستثمار لدينا اكتر من 13 شركة بتستثمر في السوق المصري الشركة البريد للاستثمار هي زراع الاستثماري للبريد المصري وهي مشاركة باكتر من 20% في واحدة من اكبر شركات الاتصالات الاربعة لشغالين في مصر احنا شركاء في واحدة منهم بنسبة كبيرة احنا شركاء وانشأنا شركات في العديد من المجالات في القرى التكنولوجية في عمليات نقل الاموال في الحراسة في مجالات عديدة منها الاسف مانجمينت ومنها ادارة الاصول فاحنا عندنا تنوع كبير من الاستثمار وعندنا الرغبة ان احنا نتوسع في الاستثمار ده بشكل كبير من خلال شركة البريد الاستثمار من خلال شركة البريد الاستثمار هو ادراع الاستثماري للبريد المصري وازاي شركة بتضع استراتيجيتها للاستثمار في اي شيء يعني زي شركة الاتصالات اللي حضرتك ذكرتها بتحددوا على اي اساس نستثمر في المجال ده مصر لها خطة استثمارية موجودة الان بتتضمى مشروعات قومية وصغيرة ومتوسطة ومتنهية الصغر انتوا يعني بتبصوا في هذه الخريطة الاستثمارية قبل ان تقرروا ان تستثمروا بالطبع بالطبع احنا الخطة الاستراتيجية اللي وضعتها وزارة الاتصالات واللي متمشية مع خطة مصر 2030 دايما بتكون انت عارف حضرتك بيبقى في بعض الاستثمارات في المجال وبعض الاستثمارات خارج المجال ولكنها دايما بتكمل الصورة اللي تقدر تقدم بها الخدمات اذا عندنا ارضية كاملة بلاتفورم لخدمة صغار المستثمرين فاحنا عاملين استثمار في المايكرو فينانس او التمويل متناهي الصغر استثمار في المايكرو انشورانس او التأمين متناهي الصغر والاستثمار في الكونسيومر فينانس او التمويل الاستهلاكي كل أنواع الاستثمار بتكمل بعضها في النهاية بنقدر نقدم خدمات أيضاً تكنولوجية من خلال الاستثمار في القرى التكنولوجية كلها لها علاقة بالهدف الأساسي بتاعنا والرقمنا والتحول الرقمي طيب لو قلنا أو تحدثنا عن أداء الهيئة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي كيف كانت الأرقام؟ الأرقام اللي حضرتك أعلنتها يعني إحنا بنحمد ربنا ومن خلال حضرتك بنشكر زميلنا على المجهود اللي احنا عملناه السنة اللي فاتت بالرغم من التوسع والانفاق الكبير اللي احنا عملناه في عملية إعادة الهيكلة وفي تجهيز الفروع إلا أن احنا نجحنا الحمد لله أن احنا نزود الأرباح بتاعتنا بأكتر من 51% من أرباح العام السابق إحنا بنعد المصريين أيضا نحنا نستمر على نفس وطيرة زيادة الأرباح والأرقام اللي طلعت في الربع الأول من هذا العام بتؤكد هذا التوجه إحنا بمشيين بخطة جيدة هنقلع الأرقام بتفاصيلها وهتكون برضو أزيد من العام السابق بعدد بنسبة كويسة يعني إن شاء الله هنوصل إمتى لـ 8400 مكتب؟ والله يعني ده أمل ورغبة أكيدة إن إحنا نتواجد بالشكل ده بناءة حضرتك إن إحنا يعني مشيين قدما إحنا النهاردة لما نتكلم عن زيادة 200 مكتب في عام واحد ده رقم يعني يمكن يفوق عدد كبير من مقدم الخدمة اللي موجودة في مصر مضاعفة الأرقام ويعني يمكن حضرتك عشارة لعملية هذه الأرقام أحب بس أقول إنه وجودنا في مبادرة حياة كريمة كان تواجد متميز جدا لأنه في 1413 قرية في 52 مركز البريد المصري لديه أكتر من 860 مكتب إحنا نجحنا في تطوير 86% من هذا التطوير تبقى لمبادرة سيادة الرئيس في حياة كريمة فزيادة الأعداد من المكاتب آه يعني من ضمن ما تم تطويره في مبادرة حياة كريمة مكاتب البريد طبعا هي السباقة في هذا وتحركت بقوة في عملية تطوير مكاتب البريد في مبادرة حياة كريمة وأيضا رغبتنا في مضاعفة المكاتب للوصول إلى 8000 ستكون مهتمة جدا بهذه المناطق في المقام الأول لتقديم الخدمة للمواطنين والقوة البشرية الموجودة وتعمل في البريد قدية دكتور؟ إحنا زميلنا يصل عددهم إلى 43 ألف زميل وزميلة كلهم من الخبرات الندرة وفخرين بهم كلهم وحتى دول كمان نفسنا نحن نضاعف عددهم أكيد هنضاعف عددهم لما نضاعف عدد المكاتب طيب في نهاية حوارنا كلمتك الأخيرة إحنا قلنا إن الشعب المصري مرتبط ارتباط وثيق وعطفي وتاريخي بالبريد المصري الهيئة بتعيدهم بإيه في الفترة القادمة يا دكتور؟ إحنا عايزين إن الشعب المصري يستمر في ارتباطه بالبريد المصري مش بس الارتباط العطفي اللي إحنا سعداء به لكن كمان لمصلحة المواطن المصري البريد المصري لديه حسابات التوفير وإحنا في البريد المصري أعلى عائد بنقدمه على حساب التوفير فخاف على مستقبل أولادك واتدخر أموالك وتعالى البريد المصري إن البريد المصري ده وقته إحنا بنضم صوتنا لصوتك وبنشكرك شكرا جزيلا على حوارك الممتع واللي عرفنا منه أشياء كثيرة جدا فيما يخص البريد المصري الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد شكرا جزيلا لحضورك معنا يا فرن شكرا يا فرن مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة من مال وأعمال غدا وقبل حوالي ساعة من الآن مال وأعمال أيضا على شاشة أكترا نيوز شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء